السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يترك الامر للطالب يريد يحفظها اولاها بعد يما فقط الامور الفهمية المخصصة بالSAR والامور الكيميائية ومن تفاعلاتها وغيرها وشنو الأهم الاسئلة اللي ممكن تجيك احنا احنا اتطرق لها ان شاء الله هذا اللكتشر مقسم شلون مقسم الى انو احنا اخذ N-B-Celine والاجيال مالته وراه ناخذ السيفالة سبورين والاجيال مالته واكو بعض عائلة ثالثة ان شاء الله اللي احنا نتناوله بهذا الفيديو الاول اللي هو الامبيسيلين وربعة اوكي اللي هو موكسيدين وغيرها واح نشوف تطورها عبر الاجيال واشلون احنا صنعناها الكيميائية انتو ادكشن بالبداية حاشيلك على مصطلح او تعريف يعني اللي يهمك من هذا هو تعريف الانتبايتك او مصطلح بالانتبايتك يقلك هو بالبداية سابقا معرفي substance that produced by microorganism حصرا يعني سابقا يعني عرفونا على انه اي مادة يتم تصنيحها بشكل من قبل الكائنات مثل بكتيريا العفن الى اخره which have capacity to inhibit the growth or even destroy their or other organisms الكائنات اخرى هذا التعريف بالبداية طلع وحي نجي الى مراحل تطور هذا التعريف وشون يحي يشمل الى الاجهزة الحديثة والصناعات وكذا اهم شي تعرف يعني تحظه كلش مهم اوكي بعد ذلك يقلك احي اطور لك هذا التعريف يقلك الى شنو اطورنا اطورنا هناك أدوية تسبب لك تثبيت لنمو هذا يسمى بكتوريوستاتيك المثبتة إن شاء الله نتطرق لها يعني إحنا نأخذ هيتش أشياء بسيطة عنها ما متطرق لها بشكل عميق هذه The advance made by chemical chemistry on modification of neutral antibiotic يعني إحنا عدنا عدنا مثل ما أخذنا بالكورس السابق إحنا مواد طبيعية وإحنا ضفنا لها وعدنا عليها وحصلنا على مواد أما تكون neutrally أو إحنا حضرناها synthetic أو شو تكون semi-synthetic فيقى لك الكلاسيفيكيشن Therefore the substance is classified as antibiotic If the following conditions are met يعني إذا تحتوي لك على الشروط الآتية أقدر أسمي هذا المركب على أنه antibiotic خلينا نشوف It is a product of metabolic يعني شنو أنه إحنا أما ناتج من تفاعلات كيميائية بالأخير إحنا أما صنعنا أو مادة موجودة بالطبيعة تتبع الخواص اللي أخذناها قبل شوية اللي هي تقدر تكتل أو تثبت لك النمو البكترية It is synthetic product or structure analog to neutrally occurring antibiotic إنه هو مماثل إلا بالstructure لمادة طبيعية موجودة بإنتجتها العفن أو غيرها ولحظنا أنه هالي المادة اللي أنتجتها العفن وغيرها إلها قدرة على قتل البكترية فإحنا يجينا حاكينا حاكيناها من ناحية structure شي سموها analogs مماثلة أو محاكاة ثالثاً is antagonize antagonize the growth or the survival of one or more organisms وأخي رابعاً ولي قلت لك عليها كل شمو ما هتحفظها الكتعداد اللي هي It is effective in low concentration اللي هي هاي الشروط الثلاثة اللي كان مذكورة سابقاً بالتعريف أضاف إلى هاي يمكن أول نقطة أوكي زي هنا نقال لك الفرق ما بين الـ antimicrobial agent والانتبايتك الانتبايتك هي chemical product by microorganisms that kill or inhibit the growth of other microorganisms هاي يعني جزء تكون مادة طبيعية حلو؟ بس الـ antimicrobial is a chemical that kill or inhibit the microorganisms هذا مش شرط انه يكون من مادة طبيعية جزء الإنسان مصنحها أوكي؟ زي هاي الفرق ما بين البكتريوسايدل أوكي البكتريوسايدل يقتلك شوف شون؟ بيلك انه هو ميتات البكتريا بينما البكترياستاتيك يثبت لك من نموهن ومطيك أمثلة عليهن ها ستتت تحفظهن لا هاي بعد يمك أوكي زي الميكانيزم أفكشن قلنا ما نحن نوقف يمها أوكي ما أخذيها تلعام ولكن عندك هنا النقاط مهمة هاي هاي النقاط هنانه كلش مهمات اللي هي 2 فاكتور ميك هاي النقاط ميك 1 1 لا يوجد استقرار الرنين وأيضا الرنج سترين هاي الذكري جتنا احنا العام كامسي كيو أو عدد نقاطين كلش بسيطات أوكي هذا تقيبا هو المهم من بناتهم انت اقراهن احتلقى كوكومة حاجة فارما وانقيت لك الفارما انت مخير تحفظها أو لا أوكي زين بس هنانا عندك هاي هاي كلش مهمة اللي هي الآية اللي يعني نبسطها شون تشتغل البنسالينو ربع عندك هاي الooH اللي اهنه شوفه أفضل هاي الooH اللي اهنه رايح ههة هاجملك هاس سح نجريستركتور مع ال عنبيسالينو ربع وكي هاته هاجملك الاو اللي اهنه هاي شوفه واحد ترتبط وياها ارتباط قوي هذا الشي يمنع الترانس بيبتايت الناقل للبيبتايت للبيبتايت عفوا الترانس بيبتايت أنه يتفاعل ويسبب لك بناء الجدار مع الخلية أنه هذا البيبتاديز إلي وظيفة كلش مهمة ببناء جدار الخلية هو يجي يسوي له انهبشن هذا الملخص العملية اللي احتلقوه فوق هنا أنا مطيق توضيح على اللي جاي يصير نحن سابقا أخذنا قلت لكم موقع سيرين هو دائما موجود السير أو سيرين هو دائما موجود بمكان المسؤول عن فرمالوجيكول اكتيفتي خلينا ناخد سكرين ثقاني عندك هذا هو السيرين هذا وراء السيرين يجي هنا البكتيريا هذا المكان الاكتف سايد ما البكتيريا هذه الـ OH اللي هنا راح تتبط لك هذا الـ H حيطلع أوكي هحيطلع ايهنانا ثاني هاي الـ OH أوكي الـ H راح يطلع يبقى عندك يتتصل بها أوكي ترتبطي هنا هاي الآصرة ايهنانا تنكسر ويرتبط بها وتنفتح هاي الحلقة ما اللاكتام هاي الـ H هترجع على الـ N فبالتالي يصير عندك هنانا H أوكي وهاي الحلقة عفونا الـ Bound اللي هنانا تنكسر فيش يسميها هاي العملية عملية فتح حلقة اللاكتام هاي العملية هاي العملية انكسار حلقة اللاكتام كلش ضرورية من أجل فرمالوجيكال اكتيفتي ما الـ N بيسيلين وربعة أوكي كلش مهمة هاي انكسار هاي الآصرة اللي هنانا وارتباط الـ O ويه الموقع سيرين كلش مهم من أجل فرمالوجيكال اكتيفتي إذا حصل هذا الانكسار باع إذا حصل هذا الانكسار أو يسموها انه بيتالاكتام انفتاح حلقة البيتالاكتام اللي هي هاي هاس حنجي بالستركتام منشجاح هاي الحلقة إذا انفتحت في مكان غير البكتيريا الدو ومالتنا راح يفقد فعالية ماتة وربما يكون مسؤول عن السادف فاكت مال الـ Nbc و المشتقاته واضح فالبيتالاكتام يقلك واحد من ضروريات انه هي على موت تشتغل بشكل فعال انه لازم هاي الحلقات انكسر فقط وين عندي الموقع مالبكتيريا واضح؟ زي قال لك بعد شوف هاي حيصي يتحرر لك الـ H بالاخير الشي حيطيك الحلقة راح تنفتح انفتاح هاي الحلقة هو المسؤول عن المالوجيكال اكتيفتي واللي حيارتبط لك بالموقع ويمنع من تكون جدار الخلوي للبكتيريا وغيرها من الوظائف اللي من خلال هالبنسلين يسبب لك قتل للبكتيريا اوكي زي البكتيريا ريزيستنت احنا الادوية مع الـ MBC مثل ما تعرفون اخذنا بالـ Micro سابقا اخذنا بالـ Micro سابقا اكو غرام نيكتف اوكي واكو غرام بوزتف هاي انت عندك غرام غرام نيكتف وغرام بوزتف الـ MBC وربعة اوكي اللي هوموكسلين والآخره هذنه احنا نطيه فقط للبوزتف البوزتف دائما اسهل من انه هي تستجيب للأدوية وتكون دائما اضعف بينما الـ negative الـ negative لا كلش معقدة وتكون دائما قوية فيقلك انه البكتيريا من النوع غرام نيكتف يكون عندها resistant كلش عالي اوكي للـ MBC و جماعتها اوكي بينما الـ Gram positive تكون اقل resistant اوكي هاي ملاحظة ايضا كلش مهمة باع يا لك انه غرام نيكتف انه هي تطورت لك آليات من خلالها ها احتقى الكلام موجود ولكن اهم شيء اهم شيء ان واحدة من الطرق اللي كونتها البكتيريا على موضة تقاوم لك الادوية هي الـ Enzymes اوكي كلش مهمات هاي اللي هي beta-lactamase والـ Cyclylase اوكي Cyclylase عفان هذن الادوية الـ Enzymes اللي طورتها البكتيريا تتكون لك اللي احنا سميناها بصورة عامة بني بني Cyclylase اوكي تقسم لك beta-lactamase ضروري Lactamase معنى محلل و Cyclylase اوكي اشهر واحد هو هذا والاهم هذا هيش يعني اوكي ليش؟ لان هسا نجي نشوف من خلال الوظيف الطريقة اللي يشتغل بهذا الـ Enzymes هنعرف انه كلش مهم هذا هو طورت البكتيريا البكتيريا كونت لك هذا الـ Enzymes اللي يكسر لك الدوة مالتي اوكي وحتى هذا طورت الكياهن اثنيناتين ولكن احنا هنركز اكثر شي على هذا الـ beta-lactamase beta-lactamase اوكي فضروري كلش مهم تحفظن اوكي هسا نجي لتفاصيل مالتي يقول لك The more important of these هو الـ beta-lactamase enzyme that catalyzed the hydrolysis hydrolytic opening of beta-lactamering شا يسبب لك؟ يفتح لك الحلقة ما الـ beta-lactamering of benzylene producing benzylonic acid خاف يقول لك الشكل الغير فعال من البنسلين benzylonic acid هذا الـ beta-lactam اللي أنا قلت لكم عليه هاي شوفوا الـ beta-lactam يفتح لك هاي الحلقة مو قلت لك انه بس تنفتح في موقع غير داخل البكتيريا وغير موقع الفعال هيفقد فعاليته هذا الـ beta-lactam درب هاي الشغلة ويجا قبل كسر لك اياه اوكي يتحرر البكتيريا لما تتحسس انه اكو اموكسلين اوكي بالمحيط ما لاتش يسوي يتحرر لك هذا الـ الانزيم فيجي يكسرها اوكي يتحررها بالمحيط اللي هي بيه واضح يا شباب؟ سبسيك اللي هو السيكلينيز هايدولايز السيلو هاي احنا عرف هذا الموقع شنوى اللي هو السيلو أمينو سايتشين أوبنسالين اوكي اللي هذا من احنا محصلينا من كوما جرام نيكيتيف قلت لك جرام نيكيتيف مكتيريا هي مكون كلش مقاومة المن للدوى مالتنا نزيل another important resistant mechanism للبيتا للأدوى مالتنا هي ميرميلوتي أو توبنسالين بار ثلاث طرق كونتها البكتيريا على مدد قاوم الأدوى مالتنا واحد واللي هي أهم شي هي الانزيم اوكي انزيمز المن المتمثلة احنا أخذنا نوعا اوكي اثنيا عندك اللي هي degrees راح تقلل لك من دخوله الى داخل الخلية ثلاثة او يعني يسمونه اللي هو اوكي 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 ثلاثة اوكي اوكي لنحل التعليقات في تعليقات الزغورية بالثغور بالثغور سيكسر لكيه ويجعل الحلقة يفتح لك الحلقة ضعونا الحلقة مكسوعة نجي المين الى البنسلين وهسا نتطرق الى بعض المعلومات الكلش مهمة عنا بس خنا نستنسخة من عنده ثوانا هذا الستركتشر كلش مهم اللي هو الستركتشر مع العائلة كلها العائلة البنسلين واللي مشتقات الأدوية الصناعية اللي احنا حنسوي من عنده معظمكم انا لاحظ انه أصلا نحن سمناها هاي العائلة عائلة شانو بيتا لكتام لي كنة هاي الحلقة الرباعية او شكله الرباعي كلش مهم من اجل الميزوي يسمونه البتا لكتام رنك كلش مهمة من اجل الميزوي هاي واحدة سجلي مك اثنان هاي الحلقة الخماسية انتبهلم عن المصطلح خماسية هس احنا نأجي بعدين ونشوفها لا هاي الحلقة الخماسية يسموها الثايوزولين رينك هذا اسمنا الثايوزوليدين رينك هاي الثايوزوليدين رينك كلش مهمة انه هي ترتبط بالبيتالكتين كلش مهمة هاي الاس اللي اهنانه رح نجي بعديا ان شاء الله ورح نغيرها رح نحط مكانها كاربون فهي مهمة من اجل فارمالوجيكل اكتيفتي ولكن شو نقول عن عمود الميز ما بين العوائل احنا لقينها بالستراتشر الطبيعي لقينها انه اس احنا الادوية مالتنا قلنا لها يا اس مرخستش حطينا مكانها كاربون وحصنا على عائلة جديدة رح ناخدها ان شاء الله بالفيديو القادم هاي ان شاء الله خلو مسح هاي العائلة هذا اللي هنا هي جزئة الكربوكسيل كلش مهمة من اجل بايو افيلابلوتي بايو افيلابلوتي ويفضل انه تكون اما بالصوديوم من اجل تزيد البايو افيلابلوتي لازم تخليها يعني تربطها ويا صوديوم او تكون على شكل ملح اما صوديوم او بوتاسيوم هذا الجزء اللي هنا خلنا مسا ثاني اللي هو جزء الثالث من القصة مالتنا هذا يسمونا سايكلو سايكلو أمين سايتشن سايكلو سايكلو ما هاي هاي مو قلت لكم انو السايكليز السايكليز السايكلو الانزيم الثاني شي هاجم لك يهاجم لك السايكلو أمين سايتشن مو قلت لك على هذا هذا يسمونه السايكلو أمينوسايتجن فكانت عندك هذا البيتالاكتميز تذكره؟ إن شاء الله ما فقدت كان شي يهاجم لك يهاجم لك هاي الحلقة يكسرها بينما هذا كان وين يهاجم يهاجم لك على هاي الجزائه هاي يكسر كياها هاي شوفه COH والجزء الأميني هذا الجزء الأميني الطرفي كلش مهم من أجل الارتباط كلش مهم من أجل تقوية الارتباط الصحة التعبير لأن هذا مننا راح يتشلب بالموقع الارتباط عندك ثلاثة مثل ما تذكر هنا راح يكون واحد هنا راح يكون اثنين وهذا هو الجزء اللي يخترق يرتبط لك ويثبت يعني هذا يشون تقول القطعة المثالية اللي بالأخير ترتبط بالرسبتر ويتبطيك من دون هذان الاثنين من دون هذان الاثنين ما هيقدر يرتبط ارتباط قوي اوكي زين هاي الان اتش راح نجي نقدر احنا نبدلها بعدة أمور عفوا مو الان اتش هاي الار اللي هنا راح نجي نبدل نشوف اثناء المحاضرة انه احنا نقدر نبدلها او احنا نعوض عفوا نعوض بعدة امور وكل تعويض يطيك فائدة معينة اذا انت عوضت اذا انت عوضت ببالكي غروب غروب عفوا انت هسا خليت بيتا بوع بيتا لاكتميز ريزيستنت شون يعني يعني احنا مو قلت لك اكو انزيم انزيم طورت البكتيريا اسم البيتا الاكتميز صح لو لا هذا البيتا الاكتميز شون انا ممكن اصنع دوي يكون مقاوم اليه انه انت تضيف الشي الهاي الار وضيف جزئة عملاقة كلش كلش شبيرة اي اي ايش هسا اح نجي ناخذهن ان شاء الله جزئات عملاقة بحيث بيتا الاكتني من يجيدي بحيث شنون يصر الحيكون مثل الكبر يحميلي هذه ليش النهية التي تهجمي هنا فانت حتشد جزئة كلش عملاقة رح هتشد جزئة كلش عملاقة تحميلك هذه الاو店 هاي الفكرة الأساسية لئك سؤال قلاك شن انت بيتا لاكتميز احنا نشوف ان شاء الله اثناء المحاضرة اطيك امثلة يعني ادوية موجودة بالملزمة انه هذا مقاوم لتكسر مقبل بكتيريا اوكي يسمونه بيتا لاكتميز اوكي زين هاي النوع الاول الاضافة الاولى الاضافة الثانية اشنون انا اخليه احنا نعرف او هس احنا نكتشف انه هاي العائلة بها مشكلة انه هي غير مستقرة بالحامط يعني انت من تاخذها اورال تتكسر عن طريق هاي تتكسر بكل سهولة بالحامط وجود الحامط فهنا نتعويض على هاي الار اذا تقدر انه انت من خلاله تخليه ما يتكسر بالحموضة من المعدة ويكون اورال اقدر ان انا اطيه اورال شو نضيف؟ مواد يسموها الاكترون وذدرول مواد سموها احتيقها الاكترون وذدرول غروب هاي مختصرها هاي الاكترون متمثلة بالن اش دو او الاو الاكترون وذدرول غروب بحيش شنو فائدته هاي ال او اش تخلي الكياء الدوه اقدر انا اطيه اورال حلو؟ اقدر ان انا اطيه اطيه الصدق عدل على هذا الستركتشر بحيث تخلي لي واحد بيتا لاكتميز ريزيستنت مقاوم المل للتحلل عن طريق البكتيريا هاي كلش مهم اوكي شنو الاضافة اللي ممكن اضيفه على هذا الستركتشر وتخلي ليها مقاوم للتكسر من قبل البكتيريا بحيث يعني يبقى البكتيريا ما تقدر تكسرها شلون و بنفس الوقت يقلك اثنيا خلي ليها اورل و يقلك ارسم ستركتشر واحد بحيث يحط لك هذني هذن اثنين ارسم ليها ستركتشر واحد شلون بار شي سوي تيجي انت احنا قلنا شرط اساسي على المداني يكون عندي اورل شنو الليكتون وذي درولي جروب هاي كلش مهمة يعني هيش يحفظها على الغيب لازم اضيف الليكتون وذي درولي جروب زين اذا اريد ااني بيتا لكتيميز لازم شا اضيف اضيف بولكي جروب حلو جزائه كل الشبيرة هس احنا اجي نشوف الجزائيات الشتد موجود ما شاء الله اوكي اخلي بيتا لكتيميز ريزيستنت اذا اضيفت بولكي جروب فاني شا سوي شا سوي على مداخلي اثنيناتين بنفس الوقت مقاوم للتحلل بالبكتيريا و اخليه اقدر اضطي اورل شا سوي يقلك انه انت وخر الار انعم الله شا اضيف شد برأيكم اضيف البولكي جروب اول شي لو الاو الاكتون وذي درولي جروب يعني اضيفو هنا او او اوكي هسا اشوف احنا بالسلامة اثناء الفيديو انه احنا افضل شي افضل شي على مودو نخلي او راو وهي الطريقة انشاء الله انه انت تصاوفو هنا او او هس نشوف هذا اللكتشر نضيف أما أو أو أن ووراها بوكي جروب اللي هي جزائي كلش عملاقة اللي هي يعني بنزين جزائي حلقتين بنزين والآخرين لمن أنت شوف وحشوفك السيكترات تحفظهن لمن أكو أو أو أن متصلة شوف كلش مهم ما بين البوكي جروب كلش مهم ما بين البوكي جروب وما بين السايكلو السايكلو أمين سايتشين شرط أساسي شرط كلش أساسي أنه الإلكترون وذي درولي جوب تكون بالنص يعني أنت مو بالبداية تيجي تحط لي مثلا جزائي هنا عملاقة مثلا جزائي البنزين مثلا أو فينيل مثلا حطيت هنا وبعدين بالأخير حطيت مثلا NH2 هذا ما حيكون أورال هذا ما حيكون أورال هذا حيكون فقط فقط بيتا لا اكتميز لأن أنت ضفت فقط بوكي جروب ما ضفت إلكترون وذي درولي جوب زي سيتم تقول مو هاي NH أنا اش قلت لك قلت لك أنه NH على موضة صير إلكترون وذي درولي جوب لازم تكون وين إيه هنا أنا شرط ما بين الأمين سايكلو جين اللي هي هاي اللي هنا وما بين منو ما بين البوكي جروب شرط يعني عندك هذا الأر خلا جيب الكائنا هذا الأر أوكي من هنا متصل بي الأمين اللي هي هاي أوكي اللي هي هاي الأمين متصل بي يعني عن طريق بعض ذرة كربون أوكي بس تفهمتها آي الأر إيه هنا أنا لازم أكو أو أو أن وراها تبدأ حلقات أنت تضيف الحلقات اللي أنت تعجبك بنزين أوكي أو حلقتين إلى آخرين واضح أحن أنت تقدر تضيف شرط أساسي أنه الأمين الأمين تكون هي متصلة متصلة ويا الأن أو تكون بالنص أتمنى تكون واضحة هذا السؤال كلش كلش مهم كلش كلش مهم أنه أنت تفهمه أنه أنت شنو الإضافات اللي راح تسويها على البنسلين في سبيل أنه أنت تخليه آآ بيكتال اكتميز رزيستنت وتخلي ليه أورال هاي تقريبا هي أهم الأسئلة عن البنسلين أهم الأسئلة عن البنسلين اللي وراها تقريبا يعني معلومات آآ بسيطة كلش آآ البنسلين هذا اللي هي المجموعات التعويضية اللي أنت راح تضيفها إيه هنا شوف هاي الأر هاي كل مركب جيت الإضافات اللي هنا إيش يقلك أنه الموايتي اللي هي هاي الأر اللي هنا هاي تبطيك 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 ديفرنت في فيزيو كيميكول بروبورتيز تبطيك أيضا تأثلك على استقرارية وتأثلك على كومة أمور أوكي أوكي زين هاي هنا أنا قايلك أنه إذا أنت ضفت هاي الأرقروب ما حيطك بنسلين جي وبي وميثاسلين أسح نجي ناخذ إن شاء الله واحد واحد يعني بشكل تفصيلي طلع عام أوكي هذا اللي شوفتوا شو مطالبين بحفظهين لو لا أنا ما أقدر أحكم أوكي زين النومي كولتشر هاي هنا أنا أكو أمسكيوات كلش مهمات كلش كلش مهمات قال لك أنه ذا بنسلين ذا بنسلين موليكولر كونتين إشقاد هاي كلش مهم ثري ثري تشايرو كاربون أوكي أوتم اللي هي بالموقع ثنيا بالموقع خمسة وبالموقع ستة تشايرو كاربون يقصد بها أنه هي تتحرك بالفضاء أوكي أي أنه أما تكون آر أي ذا تذكرون هاي الإزعاج أما تكون آر أو شنو تكون أس أما آر أو أس فكلش مهم أنه أنت تتبه لعليها هنا أنا هنا أنا أذكر جان أمسكيو أنه ذا كاربون أتم بيرن ذا سيكليو أمين اللي هي بالموقع ستة أوكي تحمل لك كونفورميشن أل يعني الأل اختصار المن يعني هي طبعا كلمة طويلة ولكن على موت تربطها يقصد بها نحو الليفت الليفت الثاني 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 اللي هي كلمة طويلة نذكر صراحة كلش صعبة والاختصار ويها الليفت لأن هي رايح لك باتجاه اليسار حلو فصارة اللي بالموقع ستة نحو الليفت الثاني بينما الكاربوكسيلي جروب اللي هي هاي شوفا ثاني فقال لك أنه هاي كاربوكسيلي جروب صارة بالاتجاه دي يعني شلون ها ستتخيل التواقف ايدك اليسرى حركه لي قدام والكاربوكسيلي جروب المتمثلة بيدك اليمنى حركه لي ورا فصار واحد بهذا الاتجاه وهذا الاتجاه متعاكسات بالفضاء متعاكسات بالفضاء متعاكسات بالفضاء متعاكسات بالفضاء زين هاي جانا اتذكر مسي كيو يعني كلش حلو اوكي بالموقع سي اللي هي سايكلو امينو اللي بالموقع سي اللي هاي هاي هنا اوكي هاي تحتويلك على دي فهذا الال جاي باتجاهك والدي رايحي ايهيش عكسك اوكي رايحي داخل الشاشة زين اوتيم كوربوكسيلي جروب وقال لك انو كلش مهم يقول لك اذا السايكلو هاي ايضا جابها مسي كيو الذكر السايكلو والكوربوكسيلي جروب شنو يكون العلاقة بيناتين ترانس مو سيس السيس يكون بنفس الاتجاه يعني ايدك اليمنى وايدك اليسرى اثنينات الماتين اللي قدام هاي السيس الترانس لا يكون متعاكسات يقول لك المشي العسكرية ايد لي ورا وايد قدام هيتش اوكي زين هاي يعني التبسيط زين هذا الكلش مهم تحفظه جان ام سي كيو اللي هي الاثنين اس خمسة ار الى اخره اوكي زين طبعا هذا اللي هو ملخص مال الساي ار شو اوكي قال له انو هنانا هنا لا تضجات ماهي اگز قائل لك انو جزيات السلفر ا الكبريت اوكي مو ضرورية من اجل ال الماعج المتواج الآخر الثايو طبعا بالتقريب بدتوحي الدقة الثايو زولدين رايง هاي الحلقة الخماسية اشتركوا في القناة المترجم للقناة يشتغل لك على الموجب على البكتيريا الجرام بوزيتف ويشتغل لك على الجرام نيكيتف فواحد من الأسئلة الأيضا مهمة يجعلك شون تخليه لهذا الدواء يشتغل لك على يكون يمتلك خصائص بورد سبيكتروم هس نحن نجي نشوف إن شاء الله هو أمثلة حية على هذا الشي هو تقليب نفس التعديلات نفس التعديلات أنت راح تسويها شوف هسا هنانا قال لك أنه هو هنانا ممكن نضيف تعال لهذا الهنان أوضح يقول لك أنه إذا ضفت هاي المساحة تشين عليها إذا ضفت بوكي جروب راح يكون بيتالاكتما يزيستنت إذا أنت ضفت ن أو أو شا حيكون راح يكون أورال بينما إذا ضفت بولار جروب مثل أو راح يكون الكارب برود برود سبيكتروم اللي هو يشتغل على البوزيتف هو يشتغل على النيكيتف أوكي يا شباب كله السهلة ما بها أي شيء تقريبا هي هاي أهم الأسئلة لعنها ستاح تشوف الستراكتورات نمشي بالستراكتورات وكل واحد أقل لك هذا ليش أورال وليش مو أورال وكل واحد تحفظه لأني أذكر الأمسي كيو هذا ليش كان أورال أو هل هذا الأورال هل هذا الدواء أورال أو لا أورال 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 هل هو أورال أحد قل لأ هل هو أورال أحد قل لأ ليش لأن ماكو إلكترون وذدرول غروب أوكي ماكو إلكترون وذدرول غروب ولكن هل السؤال الثاني أوفان السؤال الثاني هذا الأول الثاني هل هو بيتا لكتام ريزستنط هذا أيضا السؤال الثاني اللي داما يطيك ستك شوي ويسألك إياه هاي الحلقة البنزين أوكي هذي تنتسلسها مو بلكي قوب هاي سابقا سابقا كانت بلكي قوب أوكي كانت بلكي قوب ولكن البكتيريا البكتيريا كونت إلها مقاومة ها ستلا من تقرأ بسلامة يقلك أن البكتيريا كونت مقاومة إله فبالتالي صار نان بيكتا لاكتايم ريزستنط أوكي يعني لأن البكتيريا سهولة تكسرها هل هو أورال؟ لا مو أورال لأن ما يحتوي لك على إلكترون وذيدروليق إذا نفس هذا الستركتر يجاك بالإبتحان وقال لك يا بي خليلي أورال هاي كله شو مهم طبعا وكله شوارد خليلي أورال شو تسوي وهسا حنشوف يعني لا تحبعي هذا شوفه كل اللي انت السوي هاي الكاربون تسوي أوكسجين لا أكثر ولا أقل هسا حنجي نشوف هاكو الدول اللي وراه إنه إحنا خلينا مكانة أوكسجين فهذا الأكسجين أو تسوي NH2 براحتك أفضل شي أكسجين صراحة لأن أنا شخصيا جتا لحط أكسجين أوكي الأكسجيني هنا هذا الأكسجين راح يسوي الكيا أورال أوكي حلقة البيتا لاكتيم هنجي إلى إضافات إن شاء الله هتحول الكيا إلى بيتا لاكتيم ريزيستنت أي وحدة تحفظ عادي أوكي أي وحدة تحفظ منهن أي كلش عادي أوكي هسا نجي نشوف زي هذا الفي بنسلين أوكي أو بنسلين في اللي هو كل اللي سوينا إذا أنت تجي تباوع قلت لك هاي الإضافة الأو أوكي ضفنا جزية الأو وهي فينيل فينيل أستيك أسد أي ضفناه هنا جزية فخلنا شنو أورال وفريبل خلنا إحنا ممكن أن أن ننطي أورال واضح زين كميكل دي جريشن اثي الخصاصة فيزيائية الكيمية أكيد أحنا قالنا إن الخصاصة فيزيائية والكيميائية يحددها من الأسئيل السايتشين 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 اللي هي هاي بتحديد هاي شوفها هي هاي اللي تحدد لك الخصائص الفيزائية والكيميائية مالدوة هاي تقريبا المعلومات الحفظية ما بيها شي اطلع عليها هاي من المعلومات اللي قلنا نطفرهم يمك انت حر انه انت تقال لو لان عليها الامور الفهمية بنسلين جي ان اسد كوندشن هاي اذكر يعني هاي كلوش مهم انا شوفوه كلوش مهم لان ممكن يجيك يقلك ليش ال بنسلين جي ما مستقر بال بالاسد الطيني مخطط على هذا الشي فيش يسوي انت هذا المخطط لازم تحفظه في حال انه ايجاك انه راح يصير ايه هنا التكسر اوكي هاي الاتش اللي هنا راح تهاجمي هنا وهاي عملية نقل الالكتونات بالاخير يؤدي لك الى فتح حال المركب يتكسر شوف اسا هاي المركب يتكسر نص صن برا اوكي هاي بالقاعدة الان اي او اتش كلوش مهمة وهاي بالسترونج اسد فخافي يقلك الطين ارسم لي مخطط تكسر بنسلين بالقاعدة وبالحامض هذا بالقاعدة هذا بالقاعدة عفان الو انا او اتش وهذا بال بالحامض كان سؤال وارد انه يجينا ولكن همزين ربك لا فانت تحفظ انه اوكي بعد هو يجيب الى هاي بعد اما زين هذا الفي بنسلين اوكي الفي بنسلين وصلنا الى الكميكول ديكرياشن الكميكول ديكرياشن عبارة عن فهم اوكي يعني انت تطلع عليه وشوف اللي انت تقدر تحفظه احفظه ولكن اهم شي اهم شي من بين هاي الدوخة كلها عندي هاي تكسر البنسلين بالوسط الحامضي اذكر جانا امسي كيو امسي كيو لتلاث نقاط اشرق عدد تكسر او طرق تكسر البنسلين بالوسط الحامضي راح تشوف بالملزمة يمك تلاث نقاط تبدأ اعتقد من هنا اوكي وتنتهي الحد هنا اوكي موجودة ثلاث نقاط كلش مهم انه انت تحفظها كلش كلش مهم ممكن تيجيك اه جتنا احنا العام يمكن لو مدلو فاينال والله ما ذكر بس كلش مهمة اوكي شنو الطرق اللي يتكسر بيها الحامض اه عفوان البنسلين بواسطة الحامض اوكي طبعا هذا مطلوب اللي هي انتقال الالكتوانات الاثنات تكسر الحامضي انت تقدر تحفظ هاي او تحفظ هذا النيتشا ثلاث نقاط بعد هو شي دي يجيب انت لازم تكون مستعد للكل وهذا سكيم المن لتكسره بالقاعدي وتكسره بالوسط الحامضي مهم ايضا اذا قل لك على شكل سكيم فانت ترسم هاي قل لك على شكل نقاط اتعدد هذا النيتشا هالمطالبين لي بي لولا هاي بعد يامكم هوش يقل لكم هالسنة هاي طبعا هنا المعلومة 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 يمكن أن تقسر بيتالاكتميز فبالتالي ما راح يتكسر نبدأ بالأدوية اللي احنا صنعناها سميسنتيك هس هاي الأدوية اللي احنا ناخذها سميسنتيك احنا نجي بعديا اللي هي السيفالي سبوري هذاني كومبليتلي سنتيك كلش مهم زين اهم ما بالهذا الطلع علي اهم شي عندي انه اول شي انه ميثي سلي هو أسل سنستيب واكو تكتب معلومات يمه انه هو هسا حشوف المخطط مالته عفوا الاسكيم مالته انه هو غير مستقر بالوسط الحامضي فمعناه ما اقدر اضطي أورال اوكي التزناء اسيد سنستيب فما اقدر اضطي أورال اوكي من سهول انه يتكسر زين وانه تعال اهاي بقى هاي الستركترات احنا نجي نشرع عليهم واحد واحد بقى الميثي سليين هاني هذا الميثي سليين اوكي انظر باوع الستركترات يحتوي لك على هاي الجزائه اللي هي الباوكي جروب اوكي فهو بالتالي بيتالاكتميز مقاوم لل اللي يتكسر عطريق البكتيريا ولكن شن مشكلته شن مشكلته انه هو نات أورال اوكي ما ينعطي اذا انت قل لك حول لي اوكي 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 اي مركب اي مركب اي مركب حول ليه الى أورال اكتف اذا اضفت هاي الجزائه هاي الجزائه راح تحتوي لاك على اوكسوجين تحتوي لاك على ناتوجين اثنينة ايها يتريد هاي الجزائه تحول لك الدواء الى أورال فانت هسا حتشوفها دائما موجودة وفعالة ووردة كلش مقامة ومستقرة بهمل بالأسد فانت ذا حفظتها يعني فتشي هاي الجزائه حفظ ليها خماسية كلش مهمة هنا هاي هي البولكي جروب متصلة بإلكترون وذد رولي جروب هاي عبارة عن إلكترون وذد رولي جروب احفظها نجي الى سيليكوكسيلين صوديوم عندك هاي البولكي جروب شوفها وهاي شنو إذا تتبع لها الالكترون وذد رولي جروب فهذا أورال وبايا فيلبل أورال وبتر اكتميز رزيستن عندك الأخ بالله أيضا أورال وبايا وبالكترون وذد رولي جروب ما استثناء هذا هذا ما يحتوي لك على هذا نات أورال أوكي نات أورال ما يعطي أورال ليش لأن ما يحتوي لك هاي يحتوي لك فقط بالكترون البالكترون البالكترون متصلة بشكل مباشر ويه أورال 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 سيصل لك اموكسيسلين نجي المن الى الامبيسلين الامبيسلين هو الدول القديم بكل صراحة نادر ما نتلقاه نتلقى مشتقات الاقوى الامبيسلين هنا طبعا معلوماتك وهنا معلومات مهمة ولكن اللي يهمني هو ستيبل قال لك انه هو ستيبل الاسد ولكن مشكلته شنو انه يتكسر عن طريق البكتيريا كونت عنده مقامة كلش عالية مقامة كلش عالية مقامة كلش عالية مقامة كلش عالية وغيرها من المشاكل تجدها موجودة بسلامة بالملزم اما السامر عندك الخطة يمكن وحيد اللي صحح سامر انه قال لك انه انه هو ستيبل وقال لك ملاحظة الاخرى انه انستيبل الكلين هذه الصفات ستذت باوع اي او احو مالو عامة احضر انه جمع جمع من كلش تذجر على بي هيدروكسي فينيلي غلايسين او بالموقع او 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 اتش بالموقع عبارة فقط اضافة او او اتش بالموقع عبارة حولت لك الدوة المن الى هايب يعني مو بعده هو يتكسر هنانا الصفاتة هاية كلش مهمة تتبهل عليها انه هو صح بعده انا اقدر اطي او رال الوموكسينين اكيد ولكن معرض لانه البكتيريا تكسره وانحنا اتكونت عدة مقاومة اصلا الموكسينين بعد ما احد يعني ما الى اي فعالية او كي ويتكسر ايضا بالالكلان حالة حال الامبسلين او كي فخاف على متعرف الفرق خاف يجيب الكامسي كيو ان الفرق هو اكو بالموقع بارا او اتش او هاي اللي هنا انا بارا هادوكسي فينيل غليسينين زين البيتا لاكتميز انهبتر اللي هو اخر موضوعه سلامة من الجزء المجاني لان الورا راح ننتقل الكابامينز الهاي اس اي ار خاص وراه السيفولاسبورينز والاخر هي البيتا لاكتميز انهبتر المتمثلة يقولك انه هي مواد كيمياء موجودة بالطبيعة تسوي لك انهبتر المن للبيتا لاكتميز الشرير اللي كسر الدوامالتي من انثلة واللي كل شائع هو الكلوفيولينيك اسد اوكي اللي ينعطيه وهي الاموكسرين ويشكلك الاوغمانتين حلو موجود على شكل مواد صناعية اوكي المتمثلة بالسولباكتام والتازوباكتام اوكي هاي الواحد اثنيا المواد الثاني اللي هو موجود على شكل مواد طبيعية موجود على شكل مواد طبيعية الثيانومايسين هذا الثيانومايسين يمتلك إنهبشن من البيتا لاكتيم ويتفاعلك ايضا ويالي ppi buy اوكي هاي الذكروها بالبداية اي احد الطرق نقل البيبيتات المسؤولة عن بناء الجدار الخروي ايضあり ايضا يدفعلك ايها أهم الأسئلة هل يمتلك فعالية لا ولكن كله ضعيفة كومبير ويامن وياموكسلين السؤال الثاني هل أقدر أطيك أنتبايتك؟ لا لأن البكتيريا إليه كلش عالي ويزيد احتماليه الخطور لأن تتكون حتى مقاومة للأم بيسيلين ولكن يمتلك بعض الفعالية ضد هذه العوائل من الأس أروس إلى غرام نيكتيف بيسيلين هذه السابقة صراحة حتى مقاومة صارت له لهاي البكتيريا تلزم تكسر أو تكسر أوكي فهاي أهم المعلومات عنها يمكن أن وصلنا لل قال لك أنه يوجد كوكتيل ما بين الأموكسلين يعني بوتاسيوم سولت أوف غلوفيليك أسد متمثل بالأوغمانتين أوكي نعطي المن للحالات الرسبراتوري للبلاعيم للتهاب البلاعيم أوكي هي بوتاسيوم أنجلوفيليك أسد سولت فلي هنا أنا بسلامة وصلنا يعني مادة المد العام تذكرها كانت ثلاث لكترات الحدي تتوسايكلين كانت داخل فلي هنا أنا بسلامة وحنهي هذا الفيديو أوكي أي سؤال أنا حاضر أوكي إذا عجبك الشرح وحب تشترك كل الهلة أوكي فلي هنا رح أنهي الفيديو أوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته